الحقيقة أنه يعني الخبر كان صادم برضو إلى حد ما يعني تفتكر هل في أي أسباب تانية غير اللي هو أعلنها ليها علاقة باعتزاله وهو موجود وعايش ويقدر ينتج ويقدر يخرج لا إطلاقة وزي ما حريك بتقول عنده سيناريوهات قرار دي كان بالفعل شغال عليها وأنا أعتقد وأنا أعتقد أن أستاذ داود يعني لو تغير المناخ ممكن يعود عن القرار طبعاً هو المسألة مش زي ما أشارحت لحضراتك والسادة المشاهدين مسألة مش موقف شخصي أبداً أستاذ داود يعني لديه من الرصيد ما يجعله في صدارة كبار مخرجين على مر العصور هو متدايق وزعلان جداً من المناخ السائد اللي بيمنع الإبداع عموماً هو غيران على السينما وغيران على بلده عايز يبقى حاجة جيدة ومعتبرة ومش بقى إذا تحقق هذا المناخ بقى مش مهم بالنسبة له أنه يعمل فيلم أو ما يعملش فيلم يعني هو اللي بيحب السينما الحقيقة بيبقى غيور على الشكل العام اللي هو مش عايزه بالمناسبة لأستاذ داود ليس ضد السينما التجاري أي وبرضو دي من الحاجات اللي الناس فهمتها غلط يعني بس طول عمر السينما المصرية فيها السينما الفيلم التجاري اللي هو بيشغل الصناعة وفيها السينما المختلفة هو إذا أعلان إنه ما فيش سينما مختلفة يعني زي ما حضرتك تيبقي عندك وجبة أو مقدبة فيها نوع واحد من الأكل بينما فيه أنواع أخرى متاحة وناس قادر على إنها تقدمها لماذا لا تقدمها هكذا فهمت يعني مسألة الاعتزال الأستاذ داود أراد أن يحرك المياه الراكدة وأعتقد أنه نجح في دا فكرة النماذج البشرية الإنسانية المجسمة بكل تفاصيلها اللي بيتشوفها في أفلامه النموذج المصري البسيط نموذج الشعبي نموذج أبو دم خفيف اللي بيهزر وبيضحك وماشي في الشارع المصري البسيط النماذج دي الحقيقة كمان قربته كمخرج من الناس من الجمهور البسيط نعم إنه قريب الحقيقة من الناس أنا عايز أقول إنه الحقيقة لما انت عامل مع الأستاذ داود وعارفينه طبعا إنه شخص مصقف جدا طبعا شخص واعي جدا طبعا شخص زي ما وصف جيله بإنه مهموم الجيل بتاع الأستاذ داود اللي هو طلع اتخرج فلاقها هزيمة وكرسى هذا جيل مهموم ومسيس ويقز يعني عنده قدرة إنه يلتقط النماذج الإنسانية طبعا أستاذ داود الحقيقة زي ما بقول لحضراتك بيتعب في الكتابة مش بيكتب حدوتها لا بيكتب مستويات مختلفة للتلقي ده سبب بقى اللي حضرتك بتقوليه إنه شخصياته قوية عايز أضيف كمان مسألة عمله في مجال الفيلم التسجيلي عمل ثلاث أفلام تسجيلية مهمة جدا هو بيقول إنه هذه الفترة يعني عرفته على قطاعات واسعة جدا يعني مثلا بيروح يصور في مصنع سوس داود مش من الفئة اللي هي مثلا الفلاحين أو العمال هو فئة الطبقة الوسطى طب عارف منين الفئات دي عارفها من خلال فيلم التسجيل يروح يصور في مصنع يروح يصور في قرية ليه فيلم اسم وصيط رجل حكيم شؤون القرية والتعليم صوروا في قرية في كفر الشيخ فعارف الفلاحين وشافي الناس دي ده سبب إنه هو بيقدر يطلع النموذج البشري ده ده بالضافة طبعا الموهب والخال آه طبعا 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 والثقافة وحاجات كتير جدا جدا الحقيقة يعني الأستاذ داود عبدالسايد غني عن التعريف